الآن أستطيع الاستغناء من الصحة ولا نستطيع الاستغناء عليهم لا يمكننا الاستغناء لا يوجد مقاطعات أخرى هناك العبسة المستسكة يتم دائماً يسروا المشارعين يسروا الطبيب ولكن هذا المرّاً لدينا أترى المواطنين يشجعون يتجعون إلى أساس مع ممالجة والأساس لا يخافون يقلون أن أعطون بالتوكس هذا تشجع الطبيب الذي كان عيّان يطلع له المورال ما يمكن أن يقول هذا الطبيب ينعفزه لكننا نضعه في بلكم لهذا المهنوي الصحة كما أنت عندك ناس عزاز عليك وما عنده ناس عزاز عليهم ويقدر يدي لهم المرض ومن ذلك يكون مريح في الإيزيورجونس يكون مريح في الاستعجالات ويجوه ناس حالات ما تقدرش تتنفس وناس مصابين طبعاً في الأيام العادية أنا أعرف طبيبة مختصة طبيبة مختصة ستولد ورجلها غلقوا عليه لأنه كان مصابين مع الناس عندهم فيروس كورونا فهمتني ويجوه نسنت وحدها كيف يمكن أن يقول هذا الطبيب يمكن أن يقول هذا الطبيب لكي المواطن الجزائري يشعر بالتضحيات التي نقوم بها لن يجب أن نقوم بها لا يجب أن نقوم بها ونقوم بها حتى يكون هناك رقم آخر لا يكون هناك رقم آخر لنقوم بها لنقوم بها لأنه في الوقت الأيام ستكون الأعصاب متوترة سيزيد الضغط على المواطن سيزيد الضغط على الطبيب سيزيد الضغط سيزيد الضغط على الطبيب سيزيد الضغط على الطبيب ونستفادة من التجربة لذلك لا نقوم بها لا نقوم بها لا نقوم بها كيف لا نقوم بها؟ نقوم بها هذا هو الدول حتى في أمريكا حتى في الصين يقول لك أجلس في البيت لم يكن هناك دواء لم يكن هناك دواء لهذا المرض إلى غير اليوم حتى لو يتم اكتشاف الدواء اليوم على الأقل ثلاث أسابيع هي فترة لتجربة هذه الدواء لا تلقى الدواء اليوم وتمدوا للناس وحتى إلى القواة لكي يوصلنا إلى الجزائر مدة وهو سهل على الأقل خلال الأسابيع من فضلكم أبقى في البيت أنا والله العظيم لكي نقول كلمة باك بن قوسي والله العظيم لو لا الواجب أن نكون هنا لا يمكن أن نخرج ندخل الدار لا يمكن أن نخرج تماماً كانوا عندي مقتنيات نقتنيهم في الليل ولم يجب أن نقضيهم لا يجب أن نقوم بها قد أصبح ونقوم بها لماذا؟ أنه على بالي نقدر نخرج إلى ما مرتش أنا يقدر يمرد أي واحد من العائلتي نقدر نعدي أي واحد نقدر نجيبهم في الدراهم صحيح ما تقدرش تعرف كي تخرج بالرها ما علي بك شوش كاي